ومهم عنده مباراة التراجي في دور الثمانية لدور أبطال أفريقيا المشروع الحلم للأهلي الهدف القريب الكبير بإذن الله تعالى الأهلي حدد أو مجلس دارة النادي الأهلي أسند للأساس كامل زاهر أمين السندوق مهمة رئاسة بعثة الفريق إلى تونس المباراة هتكون أحد يومي 22 أو 23 سبتمبر اللي جاي إن شاء الله ومسؤول النادي الأهلي أبلاغوا الكاف بموعد مباراة الزهاب اللي هتتلعب أولا في برج العرب هتكون يوم 16 سبتمبر الجاري في تسع لعبين من الأهلي صور انت أنتهم صح هم عشرة هو حط عمر جمال إنه محترف في بيدفست قبل ما يسافر الناس الصعبان عليهم يحسبوه على الأهلي عشان ما يبقاش عشرة قال لك لا هم تسعب وحسب عمر جمال على بيدفست الجمال لا من غير عمر جمال يا لا تم استدعاء عمر جمال أيها من غير عمر جمال يعني أحمد وشريف وعبد الله وحسام لا الشناوي وصالح جمعة وسعد سمير ورامي وطريع وأيمن أشرف وأحمد الشيخ لو حسبت ليك أحمد الشيخ وأيمن أشرف هم محسوبين أنهم قادمين ده من سموحة وده من المقصة على أساس آخر محترفة تسع لعيب تسع لعيب وعمر جمال هو العشر حسبوعه على المحترف خارجي دول بقى هيدخلوا في معسكر المنتخب إن شاء الله الله يستعد لأهم مباراة في مسيرة المنتخب أهم مباراة بالمعنى الحرفي هنلعب مع أغندا في كامبالا يوم 31 الشهر ده لو كسبنا بإذن الله تعالى أغندا في كامبالا بنسبة كبيرة أوي أيوها تقترب بالتسعين في المئة رح تكسل أي نتيجة لقدر الله غير المكسب فرصتك مهددة بقوة لأن الفرصة الوحيدة اللي ممكن تتفوق فيها على غانا إن أنت تاخد من أغندا دي ست نوعات هي تعادلت مع أغندا غانا فهتاخد كمان ثلاثة رصيدها من أغندا مش هيزيدها عن أربع نوعات الكنغو إنت كسبتها هناك و هتكسبها هنا والغانا هتعمل نفس الحكاية كسبتها و هتكسبها فالكنغو برها الحزب إنت كسبت غانا هنا والمنطقي في الختام تكسبك هناك حتى لو واحد صفر يبقى المسألة إكوال برضو متساوية الحل الوحيد هي مش هتاخد من أغندا غير أربع نوعات لأنه تعدد في المطش الأول وتعدد في ملعبها كمان هتكسب برها إنت لو خدت ست نقط من أغندا حققت الأفضلية المباشرة تم تقولها بطريقة أسهل بكل قول إنت بينك وبين غانا خمس نقط دلوقتي خمس نقط تمام فضل ثلاث مطشات تمام هي هتاخد الكون غراح جاي لو إنت خدت ست نقط يتبقى ثلاث مطشات ياخدوه ثلاثة بونطة يعني إنت كسبت الست بونطة دول هتروح معاك خمسة بونطة على غانا تمام يعني إنت المطشة لو كسبت الأولاني يبقى بتلعب على مطش القاهرة فقط عشان توصل كاس العالم إنت عندك الكون غهينة إن شاء الله هتكسبها إن شاء الله إحنا بنقول إيه إن شاء الله يعني خلينا نقول عايز تروح غانا وإنت المطش مش فارق معاك اكسب المطشين أيوا اكسب وغان دراح جاي واكسب الكون غهينة تخلص ده الوضع اللي فيه المنتخب قائمة المنتخب شاهدت استبعاد عمر وردة اللي سبق اختياره وإكتور كوبر قرر استبعاده وضمت العشرة المحترفين أو الأه المحترفين في الخارج وضمت بالإضافة إليهم القائمة المحلية اللي أنا قلت لحضراتكم عليها اللي هتستعد بإذن الله تعالى يمكن جديدها برضا ده مصالح جمعة الجديد فيها وعشوب لا حسان كان المعسكر رفات إنه مصالح ملعبش بس كان موجود يعني عايز أقول إيه بالنسبة لعمر وردة لأن هناك الكثير من اللغة الله أعلم بالحقيقة فيه لأنه يقول لنا رفع عضية وفي محامي وابتاع الشوشرة اللي حصلت لدي قد يقول السبعاد وده منطقة جدا لأسباب فنية راجل عايش مشكلة ما بتمرنش بقى له مدة هو هيتمرن فين مالوش نادي دلوقتي فعشان ما الناس ما تعودش تقول إيه عشان تحمله صالح جمعة انضم للمنتخب وده تأكيد على إنه الراجل ماشي كويس جدا ولما لعيب يكون عنده هذه الموهبة وهذه القدرات ويركز بتبقى دي النتيجة المباشرة المضمونة بعد ما انضمن للمنتخب قال صالح ربنا ما بيضيعش يتعب حد أبدا وقدم الشكر للجهاز الفني للأهلي بقيادة الكابتن حسام الفدري على مسندته ليه وقال بإذن الله تعالى الفترة اللي جاية حتشهد المزيد من تقلقي ومن بازل مجهود لصالح الأهلي والصالح المنتخب وده بيؤكد إيه بقى أستاذ إبراهيم أن اللاعب الموهوب مصيره في إيده أنت اللي بتفرض نفسك على القايمة الأساسية أنت اللي بتودي نفسك المنتخبات لما تكون موهوب ما تشتكيش إن المدرب ما بدكش الفرصة إلا إذا كان هناك تقصير ما بدني فني أخلاقي لما تكون أنت على المصطر الصح مؤكد هتاخد كل ما تستحق النصر السعودي بيهنئ الأهلي بفوزه بكأس مصر وبيرحب بالكابتانو النصر نشر على تويتر تهنئة للنادي الآلي قال فيها على صفحته نبارك لكم تحقيق البطولة ونرحب بعودة القائد حسام غالي من جديد لناديه الثاني النصر ده في كلام أن ندوله شرط الكابتان أعا أه ودي دجلة بيعين منو الجوزين مستشاراً فنياً لقطاع النشئين ده خبر من اليوم السابع بيقول فيه أنه منو الجوزين زار نادي ودي دجلة واجتمع مع مسؤوليه وتولى قيادة قطاع النشئين لمرحلة تحت تمنتاشر سنة بداية من الموسم القادم تمنتاشر كل المراحل تحت تمنتاشر أعا وأدم منو الجوزين لإدارة ودي دجلة الاعتباد أو خطته في هذه المسألة وأهدافه منها منو الجوزين كان عنده تجربة أخيرة مع مركز شباب الجزيرة مع أحدى الشركات لكنه أعتقد نجوم المستقبل نجوم المستقبل ما كانتش كاملة وما استمرتش ما هو النادي خاص بيأخذ لعيبة وبيبح يعني هو مالوش تموحات في البطولات منها إبراهيم حاسن بتاع الإسماعيلي ده أيو إنما ده مش يعني ودي دجلة حيكون أرض أكثر خصوبة والنادي الأهلي أكثر وأكثر صحيح يعني هو مالوشي سيح يعمل إيه حيكل القطاع ده يفكر بعقلية المحترفين أيو يعني هو ده أهم شيء صحيح زي النهاردة وأي نهاردة أي هم هتلاقوا كان فيه حدث سعيد للأهلي ما شاء الله زي النهاردة من أربع سنين وتحديدا في 17 أغسطس 2013 كان دوري المجموعات الأفريقي فاز الأهلي على ليوباردس الكنغولي بهدف وليد سليمان المباراة جاءت بعد التعادل مع الزمالك واحد واحد والخسارة من أورلاندو الجنوب الأفريقي كان في شهر رمضان على ملعب الجونة فاكرين الماضي الغريب ده وكان الأهلي محتاج لازم يكسب وكانوا بيقودوا في هذه الفترة الكابتن محمد يوسف اللي قدم هذا الموسم وقتها بشكل جيد جدا ده وليد وهدفه في ليوباردس من أربع سنين بالزبط 17 أغسطس 2013 عارف قيمة هذا الهدف إيه؟ إنه ده خلك وخلك تلعب وتواصل وتكشى بالبطولة بعد كده الجندا رغم أنت في الموسم ده كان عندك نتيجة سلبية جدا اتعددت مع زمالك وخسرت خسرت من أورلاندو الجنوب الأفريقي في جونة كان بالنهار فإذا ما كنتش كسبت ده ما كنتش حتى تأهل فتأهلك وواصلك أنك تأخذ البطولة بالزبط داب يا رب يا رب بإذن الله هي اللي ناقصها على مناصة التدويق التدويق مش ناقص غير بطولة أفريقيا السنة دي بإذن الله تجيبها الماكنة تنزل فلوس إن شاء الله تعالى صاحب السعادة تمام يا فندم بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر